اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من الفضائل الأخلاقية التعطف وضدها وهو القطيع يكون من جنود الجهل أما التعطف فهو من جنود العقل كما في الحديث الشريف التعطف اشتق من العاطفة بمعنى الشفقة والرحمة والميل نحو الناس وخاصة نحو الأقرباء والضعفاء قال الله سبحانه وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم الله سبحانه وتعالى أمر بأن يصل الإنسان أرحامه بمعنى أن يكون متعطفا عليهم العاطف هو بمعنى التوجه والالتفات وفي الآصل مثلا الأم تلتفت إلى صغيرها فتعطف رأسها نحوه فلذلك اشتقت الكلمة العاطفة من هذه الحالة لأن حالة الأم وطفلها هو من أبرز مصاديق هذا الحب وهذا الحنان وهذه العاطفة المجتمع البشري إنما هو يبتني على الارتباطات الاجتماعية يفترق الإنسان عن كثير من الحيوانات بل عن كل الحيوانات بأنه مجتمع يعيش بارتباط بعضه بالبعض الآخر ارتباطا اختياريا ناشئا عن المحبة إذا هذا الارتباط ابتعدت عنه المحبة وجاءت بدل المحبة المصلحة فإن هذا المجتمع يتفكك لماذا؟ لأنه لا توجد المصلحة دائما في الارتباطات يعني الأب والابن ليس دائما بينهما مصلحة مادية أو دنيوية في أكثر الأحيان لا توجد هذه المصلحة فلو ارتبطت العلاقة بالمصلحة هذه العلاقة تنفك حين عدم وجود تلك المصلحة ولذلك نجد المجتمعات غير الإسلامية وخاصة المجتمعات الغربية مجتمعات متفككة أسريا بحيث أن الأبناء لا يشعرون بأي عاطفة تجاه آبائهم وأمهاتهم ولذلك لا يزورونهم كثير من الأحيان تجد الأب وابن سنوات طوال لم يتكلم أحدهما مع الآخر بل لا يعرف أحدهما عن الآخر شيئا وإذا عجز الأب أو الأم فورا يلقون بهم في دار العجزة لكي لا يقوموا بأعباء مثلا مداراتهم لأن العلاقة مرتبطة بالمصلحة ولا توجد مصلحة مع أب أو أم عجوز بحاجة إلى رعاية مثلا في كل أمورها أما الدين الإسلامي بل الأديان أجمع الشرائع أجمع تأمر بوجود حالة من العاطفة بين أفراد المجتمع إذا كان هناك أسرة هذه العاطفة تكون مستمرة ولذلك أمر كبير بالإهتمام بضعاف الأسرة الآية الشريفة تقول إذا الآب أو الأم بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وفي آية أخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نفس الآية لكن في بدايتها فعلى كل حال وكذلك الأرحام الأخ الأخت العم العمة وكلما كانوا أضعف كان الاهتمام برعايتهم أكثر الإنسان إذا كان ذا عاطفة تجاه الآخر فإنه لا يعدمه البر والصلة وخاصة الإنسان إذا كان ضعيفا إما لكبر أو لصغر أو لعجز بحاجة إلى محبة وبحاجة إلى حنان وبحاجة إلى عطف أكثر ولذلك التركيز على هؤلاء يكون أكثر بل حتى خارج الأقرباء الضعفاء في المجتمع الفقراء والمساكين التحنن إليهم هذه وظيفة دينية ينبغي الإنسان أن يتعامل معهم بعاطف وبحنان حتى إذا الإنسان أراد أن يرد مستعطيا أو فقيرا ينبغي عليه أن لا يخاشنه في الكلام بل يرده ردا طيبا لأن هذه الخشونة تسبب البغض والعداوة وكلما كانت البغضاء والعداوة في المجتمع أكثر يكون ذلك المجتمع منهارا بل قد تكون سبب للجرائم بعض الأشخاص يرتكبون جرائم انتقاما من المجتمع لماذا؟ لأن المجتمع تعامل معهم في حالات ضعفهم في حالات فقرهم تعاملا خشنا ولذلك هؤلاء كثير منهم يحاولون الانتقام من المجتمع بارتكاب الجرائم فكلما كانت أواصر المجتمع مرتبطة أكثر ذلك يكون سبب لتطور ذلك المجتمع ولإستقرار ذلك المجتمع ولقلة الجرائم في ذلك المجتمع وشهر رمضان؟ شهر فضيليا بغير الإنسان أن يستثمر هذا الشهر في زيارة الأقرباء في الاتصال بهم في مساعدتهم إذا لا يحتاجون دفع الهدايا لا يكون الشخص محتاجا لكن الهدية تعبير رمزي عن الارتباط وعن الحب والحنان ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن القطيعة ووصف الكفار بهذه الآية ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض قطع ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام وصلة أولياء أمر الدين النبي صلى الله عليه وآله ولا إما عليهم الصلاة والسلام والصالحين قطع يعتبر هذا مساوق للإفساد في الأرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين يا ربنا يا إلهنا يا مغيفنا يا معيننا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا شكرا